الله والسلام على رسول الله. يبقى انا اعرفت دلوقتي يا شباب ان انا ازاي ابدأ اجيب سمول انتستن ثلاثة. تمام? طيب وقلت ان هي بتفيد لو في حد مسلا لافف الجزء الاعلى من جسمه اه الفوق الوسط كده للخلف ومعرفش يرجع. بعمل ايه? سمول انتستن ثلاثة. تمام. بس كنت لسه بكمل لكم كلام بقى ايه? ان لو الواحد جاي يوطل قدامه وجي قوم دهر وجعه. اعمل ايه? فيه جماعة فيه اه نقطة اسمها الديو ستة وعشرين اللي هي اه اللي هي اه بتاعت نقطة الافاقة هنشرح بعد كده على مسار الديو ولكن هي مبدئيا فوق بين الانف وبين الشفة. بين الانف وبين الشفة العلوية. وان شاء الله هشرحها لكم بعد كده بالتفصيل بأمر الله تعالى. تمام? طيب. نكمل كلامنا. طيب. انت عايزة تقوليلي ان تلاتة ادخل بالابرة عمودي جو العضلات بتاعت الايد ايوة نعم. اما بيبقى يا اما بكائنة بوازي في موازاة اليد سواء الامام لساحة الاصابع او العكس. تمام? طيب. قلنا ان هي نقطة هامة جدا. بيجيدة لعلاج الكبد والحلق وقلم الظهر والصمم. تقلص الايدي. الاصابع. آآ يعني انا دلوقتي لو لايحد مثلا.